السلام عليكم صاحب الفضيل يقول هل ثبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه وهو يصلي خلال قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع هل إيش؟ هل ثبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه وهو يصلي خلال قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع وإذا لم تثبت فما صحة صلاة من يفعل ذلك؟ أرسل إيش؟ يديه يديه الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أنه كان يقبض يديه في حال القيام يقبض اليسرى بكف اليمنى يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه أرسل يديه في حال القيام وهذا من سنن الصلاة قبض اليدين على الصدر في حال القيام هذا من سنن الصلاة اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي يرسل يديه يكون تاركاً للسنة تاركاً لهذه السنة وهذه الفضيلة نعم